ترجمة نانسي قنقر في سنوات عديدة أن الزائدة الدودية هي عضو دهليزي أي بمعنى أنها عضو بلا وظيفة تذكر في جسم الإنسان لكن العلم والدراسات الحديثة أظهر أنها تعمل على تعزيز الجهاز المناعي لدى الإنسان خاصة في مرحلة البلوغ يتم إنتاج نوع من الأجسام المضادة يدعى إميونوغلوبولين ويرمز له بالرمز IGA وهو جسم مضاد يلعب دورا مهما في مناعة الأغشية المخاطية تعتبر الزائدة الدودية مخزنة للبكتيريا النافعة التي تساعد في شفاء وحماية القناة الهضمية من الالتهابات وحماية الأمعاء من الإصابة بالعدوى من البكتيريا الضارة على المدى البعيد تحوي الزائدة الدودية في جذارها على تركيز عال من الخلايا المناعية كما أنها تعتبر عضوا لينفاويا من حيث الوظيفة التي تتلخص في مساعدتها على إنضاج الخلايا المناعية التي تدعى باللينفاويات إن الزائدة الدودية تحديدا تساعد في إنضاج أنواع معينة أو محددة من الخلايا اللينفاوية التي يطلق عليها بخلايا B هذه الخلايا أي خلايا B في الحقيقة تعمل على إنتاج ما يسمى بالأجسام المضادة التي تعمل على مهاجمة أي بكتيريا أو فيروسات أو سموم تهاجم جسم الإنسان كما أن الزائدة الدودية مسؤولة عن إنتاج ما يسمى بالجزيئات التي تساعد بشكل مباشر على سهولة حركة الخلايا اللينفاوية لمختلف المواقع في جسم الإنسان لقد أظهرت البحوث أن الأشخاص الذين تعرضوا لاستئصال الزائدة الدودية هم أرضى للإصابة بالتكرار العدوى البكتيرية أربعة أضعاف أكثر من الأشخاص الذين لم يتعرضوا لاستئصالها وتتمثل هذه العدوى البكتيرية بالإسهال والحمى والغثيان وألام البطن لقد أجريت دراسة على الأساس التطور لزائدة الدودية في أنواع من الثديات وكانت النتائج أن الزائدة الدودية تتطور على الأقل ثلاثين مرة ضمن فترات عمرية مختلفة من ناحية أخرى يعتقد بأن الزائدة الدودية تساعد في نمو وتطور الأجنة إن تطور ونمو الزائدة الدودية يبدأ خلال الأسبوع الخامس من عمر الجنين ويكون تطورا سريعا في مرحلة مبكرة من حياة الجنين بحيث يكون على امتداد فترة الطفولة ولكنها تتناقص في مرحلة البلوغ هناك خلايا خاصة تدعى بخلايا الإندوكرين تكون لدى الزائدة الدودية عند الجنين تحديدا في الأسبوع الحادي عشر هذه الخلايا المتواجدة في الزائدة الدودية لدى الجنين تعمل على إنتاج هرمونات وهذه الهرمونات تساعد في التحكم البيولوجي في مختلف العمليات الحيوية لجسم الإنسان لقد أظهرت الدراسات أن الزائدة الدودية الضعيفة يمكن أن يكون عاملا خطرا قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا اللايك والشعر والسبسكرايب وتفعيل الجرس والتعليق رفقاتكم السلامة